تقول إنني أضع بقايا الأطعمة في جانب منازل مهجورة كي تأكلها الطيور والحيوانات ولكنها قريبة من الطرق وقد تؤذي مارة وتشويه منظر الطريق وتتجمع عليها الحشرات ولذلك أريد أن أضعها في صندوق النفايات مع أنها تكون معجولة في كيف خاص فهل يجوز ذلك أولاد ذلك من أخرى لا يجوز وضع الأطعمة في صندوق النفايات وتهان وتنتهل لأنها نعنة من الله سبحانه وتعالى لأنها ينتفع بها فالواجب أن يجعل لها وضع الخاص لأن تضع في مكان طاهد من أجيان تأكل منها الطيور والحيوانات وتسانع الانتهاء تضع في مكان طاهد أو تجمع في أكياس أو في كراكين وتخرج من البلد إلى مكان مناسب إلى البر أو في أي مكان أما أن تضع في الطرقات في مجابل ومع النفاذات فهذا لا يليك بهذه الأطعمة لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى وأنها ينتفع بها كما لكرنا فلنبغي العناية به والانتفاع بها مهما أمكن نبيه صلى الله عليه وسلم شبع على لعق العصابة وأمر بأخذ اللقنة لما شقطت وإمرت الأذى عنها وأكلها ولما رأى صلى الله عليه وسلم ثمرة في الطريق أخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها لا يجيز على أنه لا يجيز أن اتهام في الطعام وانتهامه ترجمة نانسي قنقر